المترشحون وداعمهم بصوت واحد انتخابات السابع من سبتمبر فرصة لقطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر فرصة لصد كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة أمنها واستقرارها الحاجة اللي نأكتو عليها يا إخواني أن الشعب لازم يخرج صوت علاش البلاد تمر بمرحلة صعيبة الوضع الإقليمي والدولي ووضع صعب جدا معركة الطفان الأقصى خلق التوازنات جديدة في المنطقة والأعداء والخصوم الصهائينا وحلفائهم والمطبعين معهم من جهة غربنا وشرقنا ومن جهة جنوبنا يستهدفون أمننا لأن هذه البلاد تقلقهم بوحدتها وتقلقهم بقوة شعبها وتقلقهم بقوة ثرواتها وتقلقهم بقوة تأثيرها وتقلقهم بموقعها لأن اللحظة اليوم تستدعي تستدعي يعني لزيفور يعني جهود تستدعي جهود الجميع تستدعي أننا نضع اختلافاتنا جانبا ونديروا اليد في اليد باش نبنيوا بلادنا ونبنيوا بلادنا على أسس صحيحة في ظروف استثنائية تجري انتخابات السابع من سبتمبر ساحل مشتعل حدود ملتهبة الحرب على غزة يضاف إليها الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم كلها تستلزم تقوية الجبهة الداخلية فاليوم عملنا كبير أقولها لكم أملنا أن المواطنين أن يعودوا إلى الحياة السياسية أن يشاركوا بكل قوة من أنجل إشجاح مشروع الوطن الشباب اليوم يجب أن يحمل الهمة كما الهمة على الأباء من المجاهدين والشهداء ويكون مخلص في العمل والوطن ولا يسمع أبدا للأقويل والقلقيل التي تأتي من هناك فعلى ما أظن السبعة سبتمبر سيكون إن شاء الله محطة أخرى للتحول ومحطة أخرى لدعم الاستقرار والإصلاحات نجدد هذه الأيام الكبرى التي يحتاجنا فيها وطننا نضع اليد في اليد مع كل الوطنين دون إقصاء ودون اختيار حتى الذين لا يتفقون معنا نترك المصالح والمنافع ونتجند لتحمل الأعباء شوف المواطنين عندهم واحد الوعي واحد الحس المدني تجاه وطنهم وفاهمين اللي كانت تحديات وراها لا تعيش هالجزائر واعيين ومتيقنين أن يوم سبعة سبتمبر هو استحقاق من أجل الجزائر استحقاقات السابع من سبتمبر مرحلة مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر المترشحون وداعميهم يدعون الشعب الجزائري إلى التوجه نحو سندق الاقتراع والتعبير عن صوتهم بكل حرية